وهي نتيجة مثل ما اتفضل بالأخ كمال لربما نقولها المشاركة في الوقت الحاضر وإنما هي بصراحة المحاصصة نعم سنجي على هالنقطة هل فعلا هي نذكر باسم أنا أريد أن أمطي مجال إليك شكرا ونفس السؤال هو إليك هل أنت أولا متفائل أم متشائم ثانيا لو أنت كنت مكان هؤلاء الأربعة مسعود وجلال وأياد ونوري وجعفري شين تقدر تسوي أحسن بآخر تسعة شهر كل الصعبة أنا أكون مثلهم طبعا كل الصعبة لأنه يعني مو سهل أنت أن توصل إلى هذا المستوى وتريد تحافظ على دمك أن يكون نقي وأخلاقك أن تكون نقية وجيبك أن يكون فارغ كل الصعبة لأن للأسف الشديد أكون مواصفات حتى الواحد يوصل إلى سلم الهرم في العراق هذا هو بس بالحفاق؟ لا 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 أكو كثير من الدول أكو كثير من الدول الرؤساء مالتهم ناس طيبين ناس مواطنين يأخذ راتب باسم يأخذ راتب نعم ويعيش معزز مكرم ويعيش شريف ويخدم وطنه لكنه إحنا يأخذون رواتب وللأسف الشديد راتب رئيس الجمهورية العراقي وكثير من الوزراء يوصل أعلى من راتب أوباما زين؟ بعشرات المرات لا لا أبوه يعني في الوقت اللي لو بدي يقدمون للشعب تقول له محلل أوافع عليك لكنه هم أنت على كل أكو كلمة مطروحة اليوم بالشارع العراقي بين المتفائل والمتشائم يسألون العراق يقول له شنو أنت متفائل أو متشائم يقول أنا متشائل لا متفائل ولا متشائم أنا اللي ردت بالحقيقة كثير من السياسيين العراقيين يبررون ما يجري بالعراق بأنه الثمن الديمقراطية أنا أقول المسيرة السياسية اللي قطعها الشعب العراقي لأكثر من سبعين سنة أو أكثر يعني منذ استقلال العراق من في 2021 مرورا بالعهد الملكي بالعهد الجمهوري العهد القومي أيام عبد السلام وعبد الرحمن العهد البعثي عهد صدام كان هناك حركات سياسية وكان هناك نضال سياسي وكان هناك ثمن دفع العراقيين من أجل وطن جديد وطن يعيش بي المواطن معزز مكرم هذا الثمن لم يختصر حتى يصعدون عندنا وزراء سراق حتى يصعدون عندنا وزراء إيبوغون حتى يصعدون عندنا وزراء ومسؤولين بشهادات مزورة مهو هذا الثمن الحرية هذا هو مسخ وهذا هو تشويه للحرية لأن أنت اليوم إلى تريد تضرب مثل للمنطقة العربية وتضرب مثل للعالم بأن أنت تريد أن تضع نموذج لدولة وطنية لدولة ديمقراطية لدولة تعمل لمصلحة شعبها ليس بهذا المسخ إذن أنا حسب ما استنتجت من كلامك أخي أخي كمال أنه هؤلاء الشخصيات اللي نسميهم هم السياسيين العراقيين في آخر تسعة شهر أو آخر سنة أو سنتين بالحقيقة لم يقدموا بما فيه الكفاية للشعب العراقي لا بالعكس رجعوا لورا وإنحازوا إلى أو ربما قسم منعدهم يشتغلوا كعملاء لدول أخرى حتى يبقوا على مناصبهم باسم أنت تتحكي الآن على هذه الوزارة هذول بعد حد الآن لا يستلمون مهامهم بشكل صحيح بس هناك قسم منهم كانوا موجودين أمثال نور المالكي نور المالكي هو الوحيد الذي رجع وأخذ الوزارة أربع سنوات من وزارة نور المالكي الأولى خليه يطلع مشاهد ويقول واحد من هذول الوزارة قدمه تعالي يا بأ أنت سويت خلال أربع سنوات ماكو بالحقيقة أكو وزير طلع مجرم وانهزم وما قدمه إلى المحاكمة اللي هو كان مسؤول بقتل اثنين أولاد الألوسي وأكو وزير التجارة فلاح السوداني لزموه وحطوه بالسجن وهربوه وهو متهم بسرقة ملايين الدولارات وزير الكهرباء لا وزير الكهرباء شريف أنا ما أحترامه وزير الكهرباء هذا ما كان ما كان أكوميليشيا ظهره وزير الكهرباء إنسان مهني لكنه أنت تحجي عن ناس اللي دائر مدائرة اللي يضربوا العقود من اللي اجه حاسب المالكي وقال تعال يا بأ أنت خلال أربع سنوات وزارتك السوت أنت قائد السفينة أنت الدفان نعم هو قائد السفينة كان قائد السفينة بل كان ممثل إلى إيران وإيران كان تمشي مثل ما تريد بس سنجي إلى هذه الانتقادات الأخرى نحن خلينا نحكي شوف باسم إذا تطرح فكرة أن هو ممثل لإيران لحد الآن هو ما طلعه وقال أنا ممثل لإيران أكو عدنا بالمشهد السياسي العراقي أكو ناس عدهم مصالح مع إيران أكو ناس عدهم مصالح مع أميركا مع الأردن مع سوريا مع الكويت مع الخليج مع السعودية مع مصر موجودة ما يطلعوها بشكل رسمي لكن أنت مين تعرف من ثمارهم تعرفونهم تعرفونهم رحمة الله والديك خليني أرجع إلى أخويا سام بالنسبة لهل تكتل التكتلات التي رشحت نفسها وفازت والآن هما في الحكومة العراقية التكتلات السياسية في هذه التشكيلة الجديدة هناك كثيرين الآن ليس من الأخوان المصريين أو العرب حتى العراقيين لا يفتهمون بالسياسة فيقول لك أنا لا أعرف بصراحة منهم ومنهم ممكن أن نتوضحها باختصار كم تكتل أو كم كتلة كم كتلة موجودة الآن في الحكومة الجديدة الرئيسية لا أريد أن نذهب إلى فروق ومنهم أسماءهم وممثلين مالتهم تسامحني أخ باسم دردة شوية أخ كمال من ناحية الديمقراطية ودفينيشن الديمقراطية طبعا ننظر على نتائج الانتخابات في الشهر الثالث في مارس الماضي يا أخي إن كان المالكي ولربما هو مثل ما تفضلت هو اللي جاب الأصوات فهذا يعني إذا النوم المالكي مفترض أن النوم الشعب العراقي هم اللي ينتخبوا فهي هاي الديمقراطية اللي هس مفهومة على مستوى الشارع العراقي فإلى الشعب العراقي شي يسوي شعب العراقي لازم ينتخب حبيبي ينتخب بس مو بالبداية كان عندهم ستة آلاف مرشح اي نو قالوا احنا راح نسوي دولة مؤسسات دولة تكنقراط وبعدين بس بغض النظر قصدي هو الديمقراطية ما مفهومة بالمستوى الصحيح في الشارع العراقي يعني المواطن العراقي لا يفتهم الأغلبية ما هو معنى الديمقراطية فلي هذا السبب راح هو محا نعم تسعة أشهر الشعب العراقي ده يموت كتل والدم ده يجري بالشوارع وكهرباء ماكو أكل ماكو كل خدمات ماكو وشن اللي صار صار أنه زاد الإرهاب هسه مكان ما تنطي خمسمائة دولار حتى يجيب واحد إرهابي ثلاثين دولار يوقع لك هذا اللي حصل أكيد أخويا كمال أنت ممكن باختصار تقولي ما هي هذه الكتل الرئيسية اللي الآن موجودة في هذه التشكيل للحكومة الجديدة دكتور باسم أكو ثلاث كتل رئيسية نعم وأنا تسامحني أن أسميها بمسماياتها الحقيقية رغم يحاولون أن يطلقون عليها تسميات سياسية نعم التكتل الأول اللي هو تكتل القائمة العراقية نعم وهو بالحقيقة بصورة أو بأخرى يمثل تكتل الأغلبية التي هي السنة التكتل الثاني اللي هو ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني اللي يطلعوا بقائمة نسموها التحالف الوطني وهو بالأغلب اللي بي اللي هو التكتل الشيعي القائمة الثالثة بالحقيقة تكتل القوى الكردستانية وهو كان مشكل من أربع قوى واحدة من هاي القوى انسحبت اللي هو جماعة التغيير اللي بقى بقى أكو هناك حركتين أو ثلاثة اللي هي مستقلة بضمنهم خمس أصوات للمسيحيين صوت للصابع المندعين وذولة هذولة تأثيرهم مو كبير التكتل السنة شنو سميتها اللي هم القائمة العراقية بقى حقيقة نعم